أهلا وسهلا تحياتي لحاضرتك تحيات كابتن ربيع ياسين كابتن عادل عبر رحمن كابتن محمد يوسف طبعا في الستوديو يعني أكيد الاستعداد بتبقى من دلوقتي مع السفير لوجود بعثة نادي الأهل إن شاء الله في المباراة القادمة أو مباراة العودة في الدولة أطلاف رخص صحيح استعداد السفارة إيه بقى بالنسبة لوجود النادي الأهلي هناك إن شاء الله والله هي الاستعداد بدأت بمجيء طبعا كابتن سيد معوض من حوالي أسبوع أو عشر ديام وهو جاء طلع على الأول طرج على المباراة بين فريق مونانا والفريق البوركيني ويعني خد فكرة بالضبط عن إمكانيات الفريق وطلع برضو على التركيبات اللوجستية شاف الفندق الممكن الفريق يقيم فيه ويعني دي كانت البداية وبعدين إحنا تواصلنا على تواصل دائم مع كابتن سامير عدلي وطاربي أبيل عشان موضوعات التسكين والفنادق وعلى اتصل برضو بفريق مونانا هنا عشان التركيبات اللوجستية والذوبيست اللي هيوفروا للفريق والسيارة اللي هيوفرها لرئاسة البعثة وبالنسبة لي موعد التدريب وبالنسبة لي الملعب اللي هيقام على المباراة والملعب اللي هيقام على التدريبات فاحنا في تواصل مستمر مع الأطراف كلها وإن شاء الله يكون نادي الأهلي يوصل بسلامة وإن شاء الله يلعب مورا موفقة بإذن الله ما لسفير أهلاوة لازمك ولا يتشجع والله أنا بقالي فترة كنت معتزل شوية للموضوع الدوري بس زمان وانا فاكر زمان كنت أهلاوي بقوة زمان جميل يعني أنا دلوقتي يعني بذاتة يعني ما شو بتابع أوي الدوري بس أنا فاكر فترة اللي كان بي لعب فيها كابتن ربيع ياسين كان بي لبس تلاتة حتى كنت فاكر يعني اللعيب بأرقام التشرتات بتاعته يعني هذا الكروي يعني معليه السفير آه يعني كابتن حسين فدري بتالي كان بي لبس اتنين وكان ماهر همام الفترة دي ماهر همام كان كان ستة وكان فيه كابتن كان فيه لعيب وقتها كان خالد جدالة كان بيلعب برقم أربعة يعني أنا كنت فاكر فترة دي بعد كده بقى ما بايتش تقاتي بأهم او أنا يعني اكيد يعني شغل حضرتك اكيد والأرقام دلوقتي والأرقام كنت أعاد بولك لغو الأرقام دلوقتي سمعان السفير اللغو الأرقام انا بقيت فيها مش عالي الثمانين والتسعين وحاجات زي كده كان الزمان كان الوضع مختلف لكن حاجاتك أكيد المعلومات اللي وصلت طبعا كابت سايد معه كان متواجد مع راش بقى هدك كنت متواجد أيضا بالنسبة في الرحلة كابت سايد في الملعب وهو بيتابع يعني تعليقاتك على فريق مونانا نفسه ووجوده حتى في الدوري الجابون والله هو من الفريق الكويسة يعني هو من الفريق الكويسة على مستوى الجابون اتذكر أنا ما كنتش رسا وصلت في الجابون وقتها بس من سنتين تقريبا لعب فريق أمبي هنا وفايز عليه فهو فريق كويس انما طبعا هو يعني يعني كل التأديرات وكل يعني بيتكتب في الصحف بيشير إلى أن أنهم بيعملوا حساب جامد جدا للنادي الأهلي كان في مقالة مبارح كان بيتكلموا على تاريخ الأهلي إتأسس إمتى للقرن العشرين وأعتقد ألس سمائة وسبعة حقا سمائة وسبعة وإنه هو فيز بالبطولة تمن مرات وإنه هو يعني زي فريق القرن في أفريقيا وإنه هو يبقى مواجهته يعني سهلة كل الكلام ده كله موجود في الصحف في مبارح فهما عمدين حسابهم إنه هما يعني هيواكه فريق قوي في أفريقيا ودي هما شايفين ان دي تعتبر بنسبة لهم تجربة يعني فرية ف دي الأجواء بوجه نعم سواء بالنسبة لي في الكماهير الجابونية أو في النادي نفسه يعني هما عارفين بالضبط ثم يعني هيواجهه إنما هو على المستوى الجابوني هو فريق طبعا من فرق القوية حي معنا السفير يعني احنا اكيد بنشكر حياتك طبعا على مجوداتك اللي انت بتقوم بيها سواء بقى مع كابتن ساد معاود أو ان شاء الله لما بعثت نادي الأهلي هتكون متواجدة ان شاء الله في الجابون بنشكر حياتك معنا السفير أحمد بكر سفير مصر في دولة الجابون كابتن عاد